موسيقى ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي تصادف اليوم ذكرى استشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصف التل الذي تم اغتياله يوم 28 تشرين الثاني عام 1971 في القاهرة وهو حدث يتفاعل معه الأردنيون كل عام من هل العقلة خاطب وصفي بتغريدة على تويتر قال فيها ذكرى استشهاد وصف التل ارجع يا وصفي أرجوك ارجع فوطنك الذي استشهدت لأجله أصبح في مؤخرة الدول في التعليم والاقتصاد والأمان أبو ركان نشر تغريدة مصورة يظهر فيها الراحل التل يقف خلف المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال وقد علق على الصورة التي نشاهدها الآن على الشاشة يامهد بات الهدب غنن على وصفي عمر القضاء عبر بشكل مقتضب قائلا وصفي التل قصة وطن عشقناها بينما خاطب أسامة خزاع لرؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على الحكومات الأردنية بالقول ألا يغار كل من أصبح رئيس الوزراء من سيرة رجل مثل وصفي ألا يتمنون أن يذكروا في التاريخ كوصفي ألف رحمة وسلام على شهيد الأردن وصفي التل عربيا فازت دبي أمس بتنظيم معرض إكسبو 2020 والذي يعتبر أحد أهم المعارض العالمية وذلك بعد تنافسها على احتضان الاستضافة مع أكثر من بلد القائمون على حساب إكسبو دبي 2020 غردوا على تويتر معلنين فوز دبي بالاستضافة قائلين ستستضيف دبي معرض إكسبو الدولي 2020 وقد أضافوا في تغريدة أخرى دولة الإمارات العربية المتحدة فخورة باختيارها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل السعودية ريم عبد الله هنأ الدبي بتغريدة لها على تويتر معتبرة أن الفوز لجميع العرب لقولها مبروك لنا جميعا الفوز المستحق لمدينة دبي بتنظيم معرض إكسبو دبي 2020 المواطن الأردني المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة حازم سالم لضمور هنأ دبي بقوله لكم العز يا دار زايد تستحقون والله إكسبو دبي 2020